إذن لدينا أسئلة خمسة قبل البدء في الدراسة يعني تكون مسؤالي متانو بقوانزك وتتعنزيهكم لماذا ندرس التوحيد؟ كوانين تنسوم التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ كوانين تنسوم متن الثلاثة؟ لأننا طلاب والطالب لابد يرجع إلى العلماء ويسير على النهج الذي خطوا لهم العلماء كوانين تنسوم متن الثلاثة باختصار؟ الوصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ما توسع عنه في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام يعني الوصول الثلاثة نمصالي متانو يعني كبوري الله نقولي من ربك نعلي يؤتي أنا يفاتى كوالله سبحانه وتعالى ونوريز وأكيش كوفى نعم السؤال الرابع ما هي الثمر التي نجينها من هذه الدراسة؟ ما الفائدة؟ يعني نفائدة غاني تنتوى هابا كوائي الدرسيتو؟ نعم أننا إذا تعلمنا هذه الوصول الثلاثة في الدنيا وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر يعني سيتوكisha kuwa wachamungu wazuli haya maswali يوتي tunayajibu kwenye kaburizetu inshaAllah نعم السؤال الخامس والأخير ما هو محتوى هذا المتن على ماذا يحتوي؟ يعني يي متن يوتي كتاب يعني كناسما كتوقاني القسم الأول يحتوي على خمسة أقسام يعني ينكوا كونye maswali متانو القسم الأول فيه المسائل الأربع علم وعمل ودعو وصبر سورة العصر يعني يكوانزا ينكوaga كوجوزي نما فانكيون وكفانيا القسم الثاني فيه أنواع التوحيد الثلاثة المسائل الثلاثة يعني الكسم الثلاثة ينكوaga نمسائل متاتو يتوحيد القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر القسم الخامس الخاتمة والله أعلم يعني يو ندو كتوكي أكوانزا تنعنزي أكو